الشيخ أكبر هاشمي رفتجاني واحد من محركي الثورة الإسلامية في إيران ليس على الصعيد نظري فقط بل في ميادينها وساحتها بدأ في العمل السياسي في عام 1961 واتبع نهج أستاذه آية الله الراحل الخميني كان واحدا من مقربيه فتولى إدارة القوى المؤيدة للخميني في إيران نشاطه السياسي المكثف وقيادته للحراك الثوري تسبب باعتقاله من قبل جهاز المخابرات السافاك سبع مرات متتالية قضى خلالها أربع سنوات وخمسة أشهر في السجن عرفت عن الشيخ رفتجاني حنكته السياسية وقدرته على القيام بمهام فائقة التعقيد حاز ثقة الخميني في فترة إيران الثورة فتولى رئاسة البرلمان إثر وفات الإمام الخميني قد رفتجاني إيران بتوليه منصب رئاسة الجمهورية فكان له إسهام أساسي في بناء الدولة حيث قاد خطة نهوض اقتصادي وشجع توجهات الانفتاح على الغرب لجهة الاستثمارات والعلاقة الاقتصادية وأعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية انتهت عام 1997 وفي عام 2005 ترشح للرئاسة لكنه فشل أمام منافسه أحمد نجد كان رفتجاني خاضرا بقوة في القرار الإيراني بالرغم من أنه غاب في أوقات معينة عن مراكز المسؤولية الشيخ البراجماتي في قيادة سياسة بلاده ولسيا معمع الغرب لم يبتعد عن قواعد الثورة ونهج الإمام الخميني في عام 2011 تخلى رفتجاني عن رئاسة مجلس الخبراء في مواجهة حملة عريضة وقفت في وجه ترشيحه إلا أن الشيخ ظل على رأس مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو أعلى هيئة استشارية في إيران برحيل رفتجاني تفقد إيران أبرز رجالتها الذي قد بلاده لسنوات طويلة في الثورة والحرب والسلم والتطور فكانت له لمسته على تحول إيران إلى دولة ذات وزن وذأثير وحضور على الصعيد العالمي